السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من وانشلت طبعا النهاردة 11 يناير فبالتالي نؤكد على حضراتكم أن احنا النهاردة بقلنا 95 يوم 96 يوم ودخلين على المائة يوم بخصوص الاعتداء الإسرائيلي الوحشي واللا إنساني على قطاع غزة وعلى مناطق فلسطينية كتيرا هنا والحية ما بقاش قطاع غزة بس بممتدل الأماكن كتيرا دلوقتي فنتمنى من الله عز وجل أن ينصر الفلسطينيين وأتمنى من الله عز وجل أن يهزم الإسرائيليين ويهزم جيش الاحتلال الإسرائيلي وتبقى هذه نقطة أخيرة أو معركة أخيرة أن نكون هناك حل للدولة تاني دولة فلسطينية بحدود 67 بحدود 4 يونيو 67 جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل حابين تبقى موجودة مش حابين تبقى موجودة لكني الواقع بيقول إنها موجودة يعني نفسيا كده أنت حابب إن إسرائيل موجودة مش موجودة أيا كان الأمر بس هي موجودة خلاص بحكم الواقع اللي إحنا بنعيشه إسرائيل باقية لكن باقية في حدودها والدولة الفلسطينية بإذن الله تقام في حدودها وعلى حدودها وده الحقيقة اللي إحنا بنسعى إليه كالدولة المصرية بنسعى إليه كدول تبحث عن السلام بنبحث عليه كدول حقيقة تعمل على هذا الحل بكل جدية ترجمة نانسي قنقر